يلا خلك يملك على جارات انا من قبل تكلمت على جارات وهذه رسالة ابي اوجه حق ملاك العقار انا تكلمت بان احنا قاعد نمر في ازمة والازمة كبيرة وايد ناس ما تشتغل وايد ناس عندها مشاكل وايد ناس على الله وعلى الشؤون وايد ناس كان عندها مساعدات وقفت وايد ناس وانا عندي مشكلة يعني قاعد اشوفها وهذه رسالة اوجهها حق ملاك العقار بعض ملاك العقار اللي متدنوا عن عقاراتكم مسلمين عقاراتكم حق مكاتب عقارية وهذا المكتب العقاري شلون ياخذ الاجار مو مهم اي طريقة مو مهم شي يسوي مو مهم المهم انك انت اخر الشهر يوصل لك الاجار هذا ياخذ نسبتها ما دري 10% 15% وانت يوصل لك مريح راسك في البيت بس انا عندي رسالة حق بعض ملاك العقار والله العظيم وهذه رسالة من ولد صغير قاعد اقول لكم ياها روحوا وشوفوا العماير مالوتكم وسمعوا الكلام من السكان لا الحارس لاذي يعطي رغم تليفونكم الناس تشكي الداد وقاعد دعي على بعض الناس وانت ومنت تدرون عن الموضوع انتو حسباركم لنا العمالة ماشية والله انا اقول لك شو ماشية انا بقرار لك كتاب قاعد الزونة حق ملاك وهذا الكتاب يا لي من ثنتين ثنتين ما يعرفون بعض يرجع تكرم بدفع الاجارات المتأخرة عن شهر شديد شديد اسمع دعي کلاهم هذا و ذلك خلال يومين من تاريخها أنا الحين على الهواء أنا على الهواء انا انا اقول لك كويتي انا انا ك Parents أنا كويتي كويتي وداام بقطاع خاص واخذ دعم العمالة أنا انا كلمك أنا أنا كويتي واخذ دعم العمالة حلو وداام في قطاع خاص وعندي برنامج لو تدق علي الحين الحين على الهوى تدق علي الهوى تقول لي بوحيدر عندك اربع عجارات طايفة معي خلال يومين الف وستمية انا على الهوى اقول لك اقول لك اخو يسبح لي عطني اخلاق شو ما عمل صوتكم انتو تبي اربع عجارات من العالم خلال يومين من تاريخه وفي حالة عدم الدفع او ويلك يا ويلك يا سواد ليلك اذا ما دفع شلون في حالة عدم الدفع شو راح نسوي فيك راح اسوي اتخاذ اجلاءات القانونية ورب قضية واتخاذ اجلاءات الاخلاء الفوري خلال اسبوع من صدور الحكم وبناء على ما سبق راح ياخبون اجلاءات ومنع سفر وضبط وحضار وحج مركبات عمي ليش ليش انا يعني ليش التعب هذا كله ليش يعني وفوق هذا كله يطق الماء ثاني يوم الحارز تراني بلغوني ليه باشر اذا ما اسلم راح اقطع الكهرباء والماء انا هذا الكلام قاعد اقول لحق بعض ملاك روح وشوفوا عما يركم شوفوا هذين لي ماسكيش قاعد يساوون فيهم وانا قاعد اقول لك والله العظيم هذه ثنتين واحدة منهم مطلقة وعندها ولد معاق وواقف عليه بثمانمئة دينار وانا هذا يعني اذا في احد منها اعطيهم رقمها منها الخير اعطيك رقمها روح لها وعندي واحدة ثانية عندها ولدين ايضا عليها ثمانمئة دينار لا هذا لا هذا تشتغل ولا هذا تشتغل شو سوي قطهم بره شنو يعني ما عندها اجار شنو يعني شنو يعني اذا مرة قاعدة ايها ويعيالها الاثنين بره بالشارع شنو مشكلة ما يكون مشكلة شنو مشكلة اذا ما احدا عندها ولد معاق تقعد جياب الشارع وين مشكلة ما في مشكلة بس المهم ان المكاتب العقارية لا تقس كهربة وتقس ماي بتضردهم والمهم ان بعض الملاك يكون بس لما يرد البيت يكون حاطي له مثلا خوخ بالاناناس يشربه بارد يبرد على قلبه لانا الاجار وصل كامل هذا الاهم اتمنى حسن